اقترب بائع كعك فقير من الملياردير اليوناني الشهير أوناسيس الملقب بملك التانكر سفن النفط وطلب أن يشتري الكعك منه أخرج أوناسيس قطعة نقد معدنية وقال للبائع سأرميها في الهواء فإن جاءت على الوجه الأول للقطعة المعدنية طر فكل ما في جيبي من نقود وشكات هي لك وإن جاءت على الوجه الثاني نقش فكل كعكاتك تكون من حقي أجابه البائع يا سيدي أنا رجل فقير فإذا خسرت ما لدي من الكعك فلن أستطيع إطعام عائلتي أدار أوناسيس ظهره للبائع قائلا وللت بائع كعك وستموت بائع كعك فما رأيكم فيما قاله أوناسيس وجواب بائع الكعك له هل فعلا نستحق أن نغامر أحيانا بما نملك رجاء حصولنا على المزيد أم أن ذلك يدخل في باب المقامرة للمغامرة قصص قصيرة ولها عبرة كبيرة عبرة كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر